موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامج بكل جرأة مع مهدي جاسم ضيف الحلقة لهذا اليوم الدكتور طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية ورحبك أطيب ترحيب مرة أخرى دكتور أنا أحبك على تستضافتي أشكرك آني جدا وأيضا نقول الحمد لله والشكر على سلامتك من كورونا زارك كورونا من حيث لا تدري نعم ما هي في الأغنية والشعر الجميل جاءت معذبتي في غيها بالغسط كيف كان يعني أنت كنت تشعر بي مع المعالم؟ أبدا أولا أولا لم أشعر أنه عندي أي عوارض نهائيا ولكن نحن نفحص باستمرار أفراد مؤسستنا لحمايتهم فكان يومها في فحص للزملاء فألت أنا كمان أبدأ أفحص وجدت إيجابية ما كنش فيه أشيء أبدا وقال له بقوله بوزيتف قلنا له إيش يعني بوزيتف قال يعني عندك كورونا وقال لأوكي عندي شو المطلوب قال بس بدنا يعني تحضر بشانك ومشان حمايتش شباب يعني تقعد في البيت 14 يوم حجر عدت في البيت 14 يوم وامتنعت عن أي اتصال مع الخارج نخرج في الـ 15 يوم لم أشعر بأي عوارض اللي هي الهاي المتعارف عليها الشيم والطعام والكحة أبدا 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 إطلاقا ما أخذت علاج كافين في طبيبتي أنا عندي طبيبة ما شاء الله معاي من سنين من عشرات سنين ومبدعة ما بعرف شو عطتني يعني ولكن حبوب أو شغلات بسيطة بس ما كنتش يعني خلال الفترة عندي أي عوارض بس أنا أحكي لك المهم أنا أعتقد أن أغلب المعاناة في هذا الموضوع هي نفسية إنه أنا عندي كورونا أو خلص إنها نهاية الدنيا أنا كنت أمزح وأضحك وأنا عادي مثل طبيعتي وحتى مستغربين عندي في بيت يعني وش وحد يعني هيك عدم الاستسلام هو العلاج أنا عندي قناعة بأن الإنسان هو يقرر كل شيء أنت تستطيع أن تقرر أنك مريض أو مش مريض يعني أنا لا أرفض الطب ولا بالعكس أحترم ولكن إذا أنت قررت أنك خلص أنت دخلت في المرض وهي نهايتك بتساعد المرض على أن ينتصر عليك النفسية والإرادة في المرض على الأقل 50% من العلاج فأنا قررت أني أنا عايش في المرض أنا ما عندي مرض يعني هو حتى المرض طب كل إنسان بمرض شو الفرق أب ما أخذ نزلة صدرية أو عندك أزمة بأي بشيء بصحتك بتعالجها وبتتعافى وهذا اللي حصل يعني علجت على هذا المرض اللي أنا لم أعرفه للآن ولما عملت الفحص وطلع نيكتف وقالوا لي نيكتف يعني قلت له شوية أني كتبها يعني عكس بوزيتف طيب ش يعني ما شككت دكتور دكتور ما شككت دي حقيقة هذا الفيروس أبدا عندي قناعة كان أني أنا بخير أنا حاسس علي بخير لا أنا أقصد ما شككت في ترويج هذا الفيروس على أنه وباء وأنه مميت وأنه قاتل في ظل التجربة اللي مرت بها لا أشكك أنا عندما بدأت الأزمة أزمة الوباء أنا قلت على التلفزيونات ومعلنة وفي الإعلام إنه سنعيش مع هذا الوباء أربع سنين يومها كان الناس يحكوا هذه فوق قصة وبتمتهي وبس موجة وراعة وانتقد الكثير كلامي وأنا بكرر أنه الموضوع سيستمر كمان تلت سنين على الأقل بدأت أدرس وأتابع أنا أنا تلميذ أنا لا أتخيل ولا أتوقع أنا بدرس ذات أدرس وحتى أنا قدمت استشارات لمؤسسات وجمعيات طبية جمعية أطباء العرب مثلا في كندا كنت يعني هم كلهم أطباء وأنا أبدأ برأي مش كطبيب ولكن كدارس أولا ظاهرة غريبة ما حدا عارفها ولا حدا فهمها هذا بيثبت عني أعتقد أنه في شيء ثانيا أنا من يومها ومن أولا قلت أن هذا مشروع تجاري كبير خصوصا أنه بلقيت الصرح في يمكن في الشهر الرابع أنه في حالة الأزمة الاقتصادية في العالم الوحيدين اللي لم يتأثروا هم مشركات اختراعات والتكنولوجيا عندهم كان نمو 15% في حين كان هلالك انكماش في الاقتصاد في العالم كله طيب كيف صدفة ثانيا أنا إحنا بحكم كوننا أكبر شركة حقوق ملكية فكرية في الدنيا نعرف كيف تصير عملية الاختراعات للأدوية اختراع الدواء في الظروف المعتادة بيأخذ عشر سنين يعني لحتى يخترعوا دواء لأي مرض رئيسي ما بتم العملية لا بشهر ولا بشهرين تشككتنا باللقاحات الآن الصادرة الآن اللقاحات الصادرة لن تحل المشكلة وقلت أيضا وهذا من البداية مش هي أحلام دراسة وبيانات ومتصريحات تتصدر من WHO منظمة الصحة العالمية ومن مراكز الأبحاث وغيرها تقول لك لا يمكن أن تنتهي الكورونا من الوجود إلا بعد أن يخترع لقاح فكسين يخترع هذا الفكسين ويجرب ويفحص ويعتمد والنتائج وبعدين نجربه في الواقع أنت عملك كم فحص اختبار على البشر وقاله كله تمام طيب بعد شهد شو رح يصير باللي أخذ اللقاح هل يصاب بمرض أكبر أو حيأتي بكسين كورونا من نوع جديد وهي شيء متطور حضرتك في اللقاء السابق قلت أنه ممكن يرجع مرة ثانية وممكن يطلع لنا شيء متطور عليه لأن الأمراض تطور نفسها فبقناعتي أنا أنه في جزء كبير من الموضوع ومشروع التجاري الآن ما استثمر في هذه الصناعة لا يمثل عشرة بالمئة من ما يجب أن يستثمر لتخترع فكسين عادة لا تخترع فكسين لأي شيء تصرف على مدى عشر سنين مليارات إحنا اللي صرف هنا في هذا النشاط شيء بسيط مع أنه يعني مليارات بس بسيط إنما الناتج الإرادي تبعه مئات المليارات حتى الآن يعني خيل بيحكوا الآن عن إنتاج خمسة مليون إنتاج الخمسة مليون دربة بأي رقم عشرة دولار مع أنها هي أسعارها غير شكل بالسوق تجد أن لمدة أربع سنين ولكل بشر العالم لتوصل إلى التطعيم سبعة مليون مليون بني آدم يعني جميع سكان الكرة الأرضية اللي هم سبعة مليار يجب أن يطعموا في نفس الوقت لأنه إذا كانت أمريكا أنا أولاً والأولوية لمواطنين الأمريكيين وسأسكر حدودي كما سكروا عند جهجة الفيروس الآن بدون يقفلوا الموضوع للتطعيم أنا التطعيم هذا أول للأمريكان وكذلك الدول الأخرى لن يفيد ذلك لأنه إذا كان فيه واحد رفض التطعيم وهناك نسبة كبيرة في الدنيا مش ممكن تطعم وهناك نسبة كبيرة عندهم موانع أن يتطعم هذا بظل حامل وسينقل المرض وإذا ظنوا أنه إذا في لسات أو في أي دولة أفريقية إحنا هاي بعيدة بكونوا غلطانين لأنه ينتقل من شخص وينتقل بالهواء هذا راح أجيه على صديقك بيل جيدس وماذا توقع وماذا تكلع لكن سؤال وعلى قد عقليتنا وعقلية الناس البسيطة ما فيه مؤامرة في هذا الموضوع لأن فيه تسريبات فيه أحاديث من مؤسسات من أطباء من ديكاترة أنه هناك مؤامرة لعملية إزاحة طبقة معينة من الجنس البشري من أجل يعني تمرير كثير من السياسات هذا الفكر صحيح أنا أسميها نحكي بالمؤامرات أسميها فيه هنالك مشاريع تجارية وفيه مشاريع للاستفادة أما أنت في هذا مشاريع تجارية على حساب أرواح الناس إيه بس مش على السبيل فئة وإحياء فئة لأنه طبيعة هذا المرض أنه انتقاله يختلف عن كل الأمراض السابقة اللي كانت إما بالاحتكاك أو بالفم أو إلى آخر هذا بالهواء أنت ماشي بالشارع واحد جنبك تنفس عليك رائجاك أو ما دخلت في محل كان في واحد عنده الوباء وفي الهواء ويبقى في الهواء لفترة فإذن مش بإمكانك أبدا أن تحدد من سيصاب لتخلص منه لا ولكن هناك شكوك بأن عملية استغلال هذا الموضوع أنا قلتها في عدة مناسبات استغلال هذا الموضوع تجاريا وارد أما استغلاله لتغيير تكوين البشر وطبقات البشر لا لأنه المصابفين فيه أكثر هما من الطبقة اللي متنفذة واللي عندها الفلوس إلى المستقبل أكثر من الفقراء يعني نسبة الإصابات لعدد السكان في الدول المختلفة تذل على أن من يصاب به تخذ أمريكا مثلا أقل فئة مصابة هي فئة الفقراء اللي عايشين على الشوارع واللي ما عندهم شي بيوت هذا عنده مناعة من المقربات الضبط لا ما فيش فيها تمييز بالعنصر البشري ولكن فيها تمييز بأن من لا يستطيع أن يشتري هذا الدول اللي ما بتقدر واللي تركينها للآخر خلينا أول نخلص الدول الغنية والمتقدمة أكبر قرار خطأ وكما كان أكبر قرار خطأ عندما قالوا نحن مسؤولين عن مواطنيننا منحفل حدودنا الآن الإصابات في الدول المتقدمة أضعاف المصابات في الدول الفقيرة في أفريقيا أو في جلوب أمريكا أو في آسيا هذا الوباء لحتى نوصل للنتيجة أنا أقول أنه خلال سنة كمان أنا لا أتوقع ولا أحلم ولا أتنبأ أنا أدرس أنا تلميذ خلال سنة سيظهر عيوب هذا الفاكسين وستكون مع الأسف كارتية أنا ما بدي أحضر ضد استعماله بالعكس عم بقول أني لا أنا طبيب ولا أنا بقدر أنصح إذن أدن تحولنا من أزمة الفيروس إلى أزمة لقاح نعم أزمة اللقاح يمكن يجي يقول لك والله هذا بسبب أنه اللقاح يجب أن يكون دائما تحت حرارة 70 بالمئة تحت الصفر طب أنا دولة ما عنديش براد ولا عندي كهرباء كيف بدي أخزن هذا الفاكسين في بيوت يعني نصف بيوت العالم بتنعاني من الكهرباء كيف بدي أو المستشفيات أو غيرها بدك تحطه دائما وبدون أي تحديد للمدة في برادات تحت 70% والله ما بعرف إذا في براد بيشتغل تحت 70% بالصفر تحت الصفر 70 درجة تحت الصفر يعني مش مزحة وكيف تحفظ بقول لك ولا لأنه لما استعملته كان فاسد لأنه لن تكن الحرارة صحيحة أيضا شو رح ينتج عنه ما في شي دواء إلا له جوانب سلبية ما في وأن هذا مبدأ مش أنا عم بجيب شي جديد كل الأدوية إلها فوائد ولكن إلها مؤثرات فطريقة الصبر في التعامل معها بيظهر العيوب لكي تتجنبها أما في خلال 6 شهر تنتج دواء أو وفعاليات جيدة لأصعب مرض أصاب البشرية ما في أصعب منه أصعب وباء أصاب البشرية تجد دواء أنا بقول لك من شغلنا نحن بحكي مش من الهوى الدواء يستغرق سنوات مش شهور لحتى يصبح جاهز للاستعمال تعلم أليه تجارب من عدة أنواع بتبدأوا على الحيوان وبعد ما تفحص الحيوان بتاك تستنى فضرة تشوف أثاره أثاره على الحيوان يفحصوه دائماً بيبدأوا بحيوانات سعادين إلى آخره لأنه أصلنا سعادين نحن بالكبشر تشوفه كثير موجودة في تصرفات الناس طيب على ذكر السعادين بيرغيت صديقك أيضاً سعد بالخطابات وقال نحن بعد بيروس كورونا على أعتاب كارثة جديدة صحيح وهي موضوع تغير المناخ وهذا الموضوع أنا تكلمت فيه من سنتين وعندما قلت أننا أن العالم يواجه كارثة تسجيلاتي موجودة أعمل كوتيشينز وخلينا نرد لك ياها أنا قلت أنه وهذا كمان مش تخيل هو ما أبرز شيء أنا أبرزت أولاً أن الكونغرس الأمريكي كان بحث وسقتوهم أنه خلال عشر سنين وهذا الكلام من سنتين سيواجه العالم أصعب وباء في الدنيا اللي هو التحول المناخي ومشكلة التحول المناخي هي طبعاً مشكلة تاريخية وبحثت في عدة مؤتمرات وأخرها مؤتمر باريس واللي اعترضت أمريكا وكانت حملة ترامب الأولى في 2016 مبنية على أن هذه كذبة كبيرة اخترعتها الصين ليش؟ لأنه لحملة الانتخابية كان يريد أن يرضي المؤسسات الكبرى الصناعية في أمريكا والتي هي تنتج هذه الإنبعاثات السامة وقال أبداً لن أسمح بأن نقضي على الصناعة التي تنتج الإنبعاثات السامة ليكسب أصوات الناخبين لمصلحة الانتخاب والآن حديثاً هناك مشكلة إذا بتشوف أنه تجنب هو وتجنب بايدن الحديث عن هذا الموضوع في الانتخابات في الحملة الانتخابية هلأ بايدن قال أنه رد أرجع لأنه موضوع انتخابي يعني كل المصانع التي هي لبي كبير ومهم في السياسة وفي الانتخابات عندما بتقولهم بدنا نحن نسيطر يسيد أنا أحكي لك سأبل هيك كلفني أمين عام الأمم المتحدة في ذلك الوقت لكوفي عنان بأن أعد دراسة دراسة للآثار المالية للإنبعاثات السامة اللي هي الانفيرومنت وترأس فريق دولي من جمعيات المحاسبة في الدنيا كان الفكرة هي كيف نوجد نظام يحدد على كل شركة قديش هي تسببت تسببت في تلويث البيئة وتضع في ميزانيتها كمسؤولية عليها اتخلنا على هذا المشروع مش أنا اتخلنا فريق من الخبراء من كل الدنيا ومن كل الدول وضعنا المشروع وأعلننا أنه بدنا نطلقه بنسخة الأخيرة طلب السفير الأمريكي والسفير البريطاني ومن بريطانيا ومن صين ومن أوروبا ونحن وصلنا لهذا المشروع قال كل اللي تشتغلوه لن يفيد ولا يقيمة له لأنه ليس هناك إمكانية لاعتماد أي معايير محاسبية إذا لم يوافق عليها الكابيتل أنا مش أنا أثبت الموضوع وقلت له أي كابيتل قال لي الكابيتل يعني واشنطن وقلت له بس هذا موضوع يعني فني مش موضوع سياسي قال لا هذا موضوع أكثر من فني هذا موضوع سياسي على كل حال لا تضيعوا وقتكم لأنه لن نوافق عليه السفير البريطاني قال نفس الكلام قلت لهم شكرا جزيلا أنا موظف أنا أرجح لبيتي أنا أعمل دراسة وأقدمها للأمينة العام أقدمناها للأمينة العام وانتهى الموضوع يعني لم يتجرأ أحد أن يثيرها في الأمم المتحدة أنا في ذاك الوقت كنت أعرف لأني كنت أيضا على مجلس إدارة النجلة الدولية لمعايير المحاسبة وللجنة الدولية لمعايير التطقيف والمجلس هذا كلهم من العيون الزرق يعني أنا الوحيد اللي كنت غريب فيهم وكانوا كلهم الشركات المحاسبة الكبرى ومؤسسات المحاسبة الكبرى في العالم وكلها غربية فشو الموضوع قالوا الله تحت الدراسة نسأل بالأمم المتحدة يجرني حديثك على المقاطعة يجرني حديثك على أنه واشنطن اليوم ما راح تقبل لأي لقاح غير لقاح وايزر هي ما راح إيش يعني لقاح فرنسا قالت لدي لقاح روسيا قالت لدي لقاحات طيب واشنطن راح تقبل وواشنطن أصلا قررت اعتماد هذا اللقاح لأمريكا خلص مش سا صدر قرار أمس بالذات أمس صدر قرار من ما يسمون هيئة الفحص الف دي اي فدرال دراج والغذاء أنه مسموح لها أن تبيع في أمريكا فمسكر سوء ليش بدك تبيع ما أنا عندي اكتفاء ذاتي وبعدين بدي أفحص والفحص بدي أقوله حياخد ستة شهر تقدرش تحدد يعني أصلا أصلا الدول الأخرى عملية الفحص الحكومي صدر خلال أيام صدرت موافقات على الصيني من شهور الفاكسين وهلأ الآن الفاكسين سيصل أو وصل إلى مصر من الصين صحيح صدر في بريطانيا من لقاح بريطاني وصدر في كل في تلاتين شركة منتج للقاح عاديا طيب حتى نغادر هذا المحور دكتور ووضوع اللقاح الآن صدمة كبيرة للعالم هذا الفيروس عشرين على أبواب الانتهاء آثاره على الواحد وعشرين كنظام عالمي كدول صح ربما غير مقروء الآثار لكن ما تأثيره على الاقتصاد على المواطن نحن وهذا الكلام اللي مع الأسف حتى المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والمنظمات البنك الدولي وغير المنظمات تخفف لأثاء الأسباب معنوية من التوقعات وحتى بدأوا يحكوا الآن كانوا يحكوا أنه سنة العشرين أبدا ستكون سنة ازدهار هاي السنة وأنا قلت وهجمت أنه أنا قلت أنه ستكون أزمة اقتصادية اقتصادية وسيكون الكساد الأكبر في العالم في تاريخ العالم بدأوا يروجوا إلى أن الأزمة ستنتهي السنة والسنة القادمة سيبدأ الانتعاش هلأ خففوا لأنه صار واضح خففوا من التفاؤل وقالوا بنهاية الواحد وعشرين أنا أقول أننا بسبب سوء إدارتنا للأزمة كعالم يعني أزمة منها النوع لازم كانت تتسلم إدارتها لمنظمة الصحة العالمية مش كل دولة على كيف تقرر شو بدها تعمل مشان ما نكرر اللي قلناه ولكن في عام الفين وواحد وعشرين ستستمر طب ما أنت كنت شفت الوباء يوم الثانية ستبدأ الحبلة توزيعه في أمريكا وتوزيعه في أمريكا قرار مش بإيد ترامب ولا بإيد بايدن بإيد الولايات والولايات لها اعتباراتها أيضا والإنسان له اعتباراته وأنا مثل ما قلت لك أنه فيه نسبة كبيرة من الناس خصوصا مثلا في أمريكا الفئات الفقيرة والسود ما رح يطعمه هو مش مقتنع وبالتالي آثار هذه الأزمة ستستمر إلى أربع سنوات كما أنا توقعت من الأول أنا قلت بعدها لو لو صار في نظام عالمي موحد كنا بننتهي فيها بالالفين وواحد وعشرين وأقصد أن الألم اليوم هو بدون إدارة ليس في العالم اليوم لا نظام موحد كل واحد يدو إله وكل دولة تضع تشريعاتها وأنظمتها وضربوا بالـ وضربوا بالـ أنا أيضا من الاقتصاد الساطي أنا خدمت كخبيرة على مجلس خبراء المنظمة العالمية للتجارة ليس هناك مادة في هذه المنظمة لم يجربوا خالفتها من ضروب الرسوم الجمهورية من منع الاستيراد من الحصار كل هذا ضد المنظمة اللي هي تتكلم عن أن العالم سوق تجاري واحد لو كان في نظام واحد لو كانت أمريكا ما زالت تحكم العالم بموجب النظام الدولي ما صار اللي نحن فيه وكذلك بوروز الصناع أنا حكيت عن صراع وحرب بين الصين وأمريكا وهذا محور أثاري الكثير من الناس أي بارف خلينا ندخل بي أنت تنبأت حتى في برنامج هنا أنا في برنامج الحلقة السابقة قلت لا تنتهي 2020 حتى قبل الانتخابات الأمريكية إلا وهناك حرب راح تنتهي الحرب أخر الحرب الوباء اللي طلع في الصين لأن الصين أول من ظهر فيه الوباء وهذا أخر الحرب لأنه صارت هناك قناعة أمريكية ولذلك عدو ثلاث شهور لم يتخذوا أي إجراء في أمريكا دكتور في اللقاء السابق كانت أكو كورونا أكو كورونا وحضرتك أطلقت هذا التصريح بكورونا بالضبط وقلت أنه 2020 لن تنتهي إلا وهناك حرب الناس تنتظر ماذا سيرون أنا أنا بقول دكتور طلال أبو غزالة عن عدم وجود حرب أنا ما زلت متمسك الحرب لها أشكال أولا الحرب بدأت وهي مستمرة ولكن بشكل ناعم الآن ولسه أنا مستمرة لسه أولا سنة 2020 ما خلصت اليوم إحنا اليوم 14 شهر هناك الانتخابات اللي بيسموها إلكترال كوليج أمريكا فيها عدة مراحل الانتخابات الآن الإلكترال كوليج المجمع الانتخابات اللي هي انتخابات الذين يصوتوا فيها مش المواطنين نعم الولايات المجمع الانتخاب المجمع الانتخاب الإلكترال كوليج هذا المجمع الانتخابي كيف سيحكم ما حدا عارف مبارح فلين اللي هو كان رئيس بالبيت الأبيض رئيس الخبراء الأمني قال الانتخابات لا يقررها الشعب لا لا يقررها القضاء يعني كل اللي حكمت فيه المحاكم ملغي ويقررها الشعب كيف تقررها الشعب إذا كان مش ضمن نظام قضائي هو يريد أن يقول إنه إذا طلع عم بيحضر إذا طلع اليوم القرار في صالح ترامب يقول هذا اللي بيقرر الانتخابات مبارح بدأت أول مظاهرات احتكاك بين الجمهور الديمقراطية نعم والجمهور واليوم إذا بيعتمد على القرار اللي راح يصدر اليوم من الإلكترال كوليج من ستحكم بأنه هو الفائث وإذا تتذكر الصراع كله على القائد القاضية في المجلس الدستوري الأعلى لأنه التصويت سيكون لسه في مرحلة جاي بعد هذه الانتخابات في تصويت في الكونغرس وقد نصل إلى قرار بأنه لا هذا ولا هذا يترأس لمرحلة مؤقتة رئيس مجلس الكونغرس لسه الأمور ضبابية ولكن لا بس أخلص نقطة واحدة أخيرة عفوا سامحني لا لا فإذا أنا بكرة سيكون لي رأي معين أصرح عنه في هذا المضوع على ضوء مرحلة سيحصل اليوم ولكن بكل الأحوال أنا أرى أن الحرب ستبدأ قريبا جدا أسبوع يوم داخل أمريكا وحرب أهلية خطيرة الحديث ما فيش منها مهرب الرجل حصل على تصويت من 75 مليون إنسان ترامب سقط إذا ناخد القرارات ولا اليوم وبكرة كل يوم بقول أنا الرئيس المنتخب وكل الكلام الآخر كذب ولا إليه قيمة تريد تقول مصر ما زال ما يتنحى ترامب؟ ويقول إنه أنا حان الوقت أن أرجع إلى البيت الأبيض هو لسه في البيت الأبيض عم بيقصر البيت الأبيض بالشكل بالصفة الرسمية وأمارس مهامي للدورة الثانية ولن يقبل بأن يخرج بأي شكل لأسباب كثيرة مش بس لأنه عنيد ومش بس لأنه عنده أسباب عنده أسباب حقيقية إذا كان سقط في الانتخابات ما سيواجهه أسوأ بكثير من ما نحن نتخيل من قضايا عليه في كل أنواع الأمور هذا الموضوع يقلقه ولن يسمح له لن يسمح له حتى لو بده يقر بأنه خسر الانتخابات ما بيقدر دكتور بالمقابل عذرا بالمقابل الجانب الآخر الطرف الآخر الديمقراطي عندما يتعنت أو يصر على أنه هو الفائز هو أيضا يخاف من محاسبة ترامب لأنه اتهم على أنه زور الانتخابات جميل لذلك سيحسم الأمر في الشارع في واحدة أنا شفت من المظاهرات كانت استعراضية من جماعة ترامب في سيارات عسكرية وبأسلحة متوسطة وبملابس ميدان مر موكب كامل خمسين ستين سيارة وكلهم قوات جاهزة للقتال أنا مش جاهزة للمظاهرة على الشارع أرسل مسج أنه أنا سأقاوم مش هسمح أنه حدا يدخل على المسجد وما حدا عم بسترجي يقرب من جماعة بايدن أو يحكي عن الانتقال شكل شكل فريق الانتقال على كيفك بس في واحد بقدر يقرب على باب البيت الأبيض بيقلوه الرجل لن يترك بسلام والديمقراطيين لن يسمحوا له أنه ما يترك شو الحل؟ صدام هذه بداية الحرب ومن هناك كيف سيخرج ترامب من الأزمة هذا ما قلت أنا ومازلت متمسك فيه قضية وقت أنه سيعلن حربا خارجية عندما يعلن هذه الحرب يصبح هو القائد العام للقوات المسلحة وهو الحاكم العسكري أقرب جغرافية أو أقرب منطقة للحرب اللي ممكن تتوقعها ما فيش أقرب ولا أبعد ما فيه إلا الصين ما زلت مصر على أنه الحرب مع الصين ضرورة ترامبية ثلاثين القوات الأمريكية البحرية موجودة في بحر الصين فيش ولا شيء موجود إذا كان الهدف إيران إيران شو مصلحته بيني وحاربها؟ إيران تشكل أزمة حربية إذا بدي حارب إيران هو يعرف أن هناك في ردود فعل والمعارك تغيرت في الدنيا أول كنت تستطيع أن تسيطر على الحرب بالطيران بقوتك القاذفة الآن لا، واحد بيفجر على الأرض واحد بيقوم بعمليات تخريب صواريخ تنطلق وتوجه ويمكن أن تضرب المصالح الأمريكية فأقول له أنت خرق بيتنا يعني إذا لا سمح الله ضرب إيران سترد إيران على مراكز النفط طب أنت تقطع النفط عنه العالم وعني بتديره على إسرائيل إيران ستضرب إسرائيل ستضرب المصالح الأمريكية في المنطقة ما في فايدة بس بحرب صين ما في لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يمكن الوصول إليها واحتلالها بالدنيا ما في دولة طبعا إيران وأعطيت مبررات الرد أو طريقة الرد هذا موضوع الصين إذا تريد ترد كيف ترد؟ كيف؟ الصين إذا تريد ترد على أمريكا كيف ترد؟ الصين راح ترد في بحر الصين ويبدأ تروحها تتبعت قواتها وبواخرها إلى أمريكا مش مجدل الموضوع لأنه أولا المسافة والحماية أمريكا دولة محمية من أي اعتماد هي ليست فقط أقوى قوة عسكرية يعني تقدر تحتل بريطانيا تقدر تدمر أي دولة بدكها في الدنيا أمريكا تقدر تدمر الصين ما في إلا الصين وهو من الصين عنده أرغومنت في مبرر إنه هذه بدأ تاخد قيادة العالم من أمريكا إيران بدأ تاخد قيادة العالم من أمريكا لما بدي يضرب إيران شو بدي يعطي مبرر للشعب تبريرات يمكن إقليمية تبريرات إقليمية مصالح تحالفاتية بس ضد بصلحة أمريكا لأنه إذا كان الرد بالمحل بالمنطقة فاللي سيصاب فيه المصالح الأمريكية أولا إسرائيل وما يتبعها ما فيش يعني الواحد يحكي بالمنطق الاستراتيجي الحرب لما أنا بدي أعلن حرب شو بدي أقول للشعب إن أنا أطلب إيران ليش لأحمي إسرائيل بقول له إحنا على رأسنا إسرائيل بس يتدمر يقتل كل وجودنا في محيط محيط إيران وتدمر مصادر البترول ويدمر مراكزنا اللي هي فيه عنده أكثر 150 قاعدة في المنطقة العربية ما فيش مبرر إلا أنه شو بدي أعطي مبرر يقول لك والله هم المبرر الموجود إنه بدها تهيمن على المنطقة طيب خليها تهيمن على المنطقة ولا نحن نتدمر ويدمر اقتصادنا أما الصين كلها مبررات إيجابية هاي عم تاخد المصانع من عنا عم بتسيطرت عالتجارة أصبحت التاجر الأول وعم تاخد العمالة عم بتسكر مصانعنا عم بتنافس تجارتنا عم بتسيطر اقتصاديا على الدنيا عم تاخد قيادة العالم منه في عنده مبررات ومبررات أيضا دكتور طلال أبو غزالة في الأصرار على وجود الحرب أيضا ربما يناقضها ستراتيجية الدول تخطيطها عدم الذهاب إلى الحرب الحرب ليست بسهلة أصرار دكتور طلال هل يبرر لأنه فقط آني متمسك برأيه؟ لا أنا بقول لك أنا بتابع وبدرس عندما يعلن ترامب وحكاها ما هو مش قليل يعني لما بروح بأوروبا أو باستراليا أو بالدول يعني حلفاء أمريكا صاروا معروفين في الحرب معلنين وحلفاء الصين أيضا معروفين ومعلنين الفريقين اللي راح يتحاربوا معروفين يعني اللي مش شايف إنه روسيا هي ستدخل الحرب فورا وهي أقرب إلى أمريكا بالصوريخ طبعا يعني وقواعدها اللي موجودة في العالم أيضا كذلك موجود وماضح تماما من هي الدول التي ركز عليها ترامب في الحملة في السنين الماضية لتكون حلفاءه في بحر الصين بحر الصين الآن أمريكا تسيطر عليه أكثر من الصين فلبين، أستراليا، ساوث كوريا، ساوث إيتنام كل الدول اللي في المحيط كانوا وكانوا عم ذلك عم بحاول يشتري أو يكسب ود كوريا الشمالية أنت أمام توزع واضح وتركيز ترامب ودعمه لانفصال عن الصين، انفصال هونغ كونغ عندك تأييده للمناطق اللي في الهند شكل شبكة مؤيدين له في بحر الصين مؤيدينه في الخليج موضوع آخر بس ما منه فادي منه ضرر يعني أنا أصغر في حزب، مثل حزب الله حزب، حزب هذا مش دولة يستطيع أن يهزم إسرائيل دولة مؤكبر قوة عسكرية في المنطقة لأنه طبيعة الحرب تغيرت أول كان في التفوق الجوي هو اللي يحسم المعركة لأن ما بيحسم المعركة التفوق جوي يحسم، تحسم على الأرض وهذا هو ما يحير ترامب في موضوع إيران، مش حيضر يحسم على الأرض في الأرض في ناس مستعدين يموتوا ويضحوا وموجودين في المنطقة كلها، مش بس في إيران ومستعدين أن يؤذوك كما تؤذيهم، بيدمر إيران بيدمر إذا أراد بس هو النتيجة؟ كل مصالح وتدمرت فهي في عمل ورد كل عمل الفعل ورد فعل فبالمنطق الدراسي، وهي كل مراكز دراسات أنا المعلوماتي من مراكز دراسات أمريكية وهذا اللي مخلي الموضوع هو يعني لهلأ لأنه ظهر الظهور والبروز الصيني مش بسنة أنا حضرت ندوة من سنة الخمسة وتمانين في الناشنال سينس أكاديمي في أمريكا أين سكون أمريكا عام 2020؟ كان القرار للأمريكيين الموجودين من كل فئات الدولة أنه ستكون الصين هي الدولة الأعظم لأنها ستكون الاقتصاد الأعظم ولأن الاقتصاد هو القوة العسكرية والقوة السياسية من هذا الوقت هم عارفين أن هناك خطر اسمه صفين وحاولوا بكثير طرق أن يحتووه الآن وصلت إلى النهاية هلأ أنا مش عم بقول أنه مبرر ولا أنه شيء يعني مرسوم إذا تأذم تأذم الوقت وضع بعد بكرة ودخلنا إلى صراعات داخلية ستبدأ أصلا برح بواشنطن كنطن لو أعرف فيه تاريخ 14 بعد 14 ما يقرر المجمع الانتخابي كان أجلنا اللقابة بفد يومين حتى نرفض وقاعتك لا يعني الناس قليل من الناس لأن الانتخابات الأمريكية كثير معقدة مش بالبساطة اللي إحنا بنعرف فيها انتخابات العالم وهي أسوأ نظام انتخاب في الدنيا بالمناسبة يعني يتيح لكل من يريد أن يفسر كما يريد يعني هذه الديمقراطية أريد أشاكس شوية دكتور يعني دائما نتحدث عن عصر المعرفة حضرتك تتحدثون عن عصر المعرفة والتكنولوجيا وهذه مشكلة أولى نعم الآن في ظل هذا الوضع الكساد التوقف الحياة اليوم حتى المعرفة على الأونلاين يعني مستقبل أطفالنا ومستقبل العالم كيف اليوم كيف راح يثير متاس وليش بي مشكلة أن يكون أونلاين يعني التعلم أصلا هذا يجب أن ننساه نظام التعليم أنه أنا أدرزك لتحفظ لأمتحنك فعملنا لا أحلى بدنا مؤسسات الصين متفوق وهذه من أحد المشاكل يعني هناك 15 موضوع كلها تستحق حرب بين أمريكا والصين التفوق في التقنيات الصين هلأ ليس هناك صناعة لا تستطيع أن تصنعها ويجب أنه نتذكر أن السوق الأكبر في الدنيا صين وعندها مليار ونص بناء أدم يعني ألف مليون وخمسمية ألف وخمسمية طيب أمريكا ومعها بريطانيا والسوق الأوروبي وكلهم أصغر من هيك فإذا أنت انضربت أنا ما عندي مشكلة أنا الدولة الوحيدة اللي أستطيع أن أزدهر في سوق الداخلي لأنه أنا مليار ونص بناء أدم أكثر من أوروبا كلها أيضا بالإضافة إلى ذلك يعني خلينا نتذكر أن الصين هي الدولة الوحيدة وأنا مثل ما قلت كنت على مجلس خبراء المنظمة العالمية التجارة عندما انضمت الصين إلى المنظمة حطت شرط لم تستعم مغير مستعدة أن تتفاوض عليه وهو ربط العملة بالدولار العملة الوحيدة هل أمريكا تحكم العالم بالدولار أنا قررت أن ألغيك بلغيك بأن أوضعك على القائم السوداء ممنوع هذا يتعامل معك ممنوع تفتح حساب في البنك ممنوع خلصت الصين ما هي العلقة بالدولار إطلاقا وملك الملكية الفكرية تطورت الصين الصين تسجل سنويا خمسمائة ألف اختراع اختراع اضعاف ما تسجل أمريكا أو غيرها وهي كذلك منظمة دولة مش منظمة دولة استطاعت أن تدخل على كل التقنيات في المجالات هلأ كل شيء في الدنيا تستطيع أن تصنع الصين محليا مش محتاجة إلك أمريكا محتاجة السوق ودائما يصرح بين الأسواق والسيطرة على الأسواق وتجارنا مش محتاجة تجارة ما حد هلأ هي لو تسكرت أحدودها كاملة على العالم ما عندها مشكلة هي عالم كامل هذا لا تستطيع أن تقوله أي دولة أخرى لا أمريكا ولا بريطانيا ولا السوق الأوروبي هنالك أمور أخرى كثيرة بالنشوء نضيع الوقت أدر المقاطعة لأنني عندهم كثلة دقائق أو أربع دقائق حتى نكون إيجابيين متفائلين السنين الجاية كيف 21-22 على المستوى على الأقل الاقتصادي وخاصة الشعوب الفقيرة مثلنا أنا كنت متفائل السنة الجاية ولكن بتنتيجة إضافة الكورونا الوضع الأصلا كان سيء يعني إحنا الكساد الاقتصادي في العالم كان قبل كورونا بس جاءت كورونا الآن كأنصر إضافي وسوء معاملة أو تعامل العالم مع الكورونا سوء تعامل عندما تقول أنا مسؤول فقط عن بلدي طب ما بلدك عنده خريبة أو عنده هو واحد مسافر أو واحد مسافر يأتي ما بتقدر تتسرب بهذا الموضوع على أساس وطني لازم على علاج عالمي كل العالم كله وهذه عملية مستحيلة لأنه أسلوب التعامل الآن في النظام عدم وجود نظام عالمي كل شيء ألغيه في الدنيا من الأنظمة وجمدت منظمة العالمية التجارة ثم جمدت الأمم المتحدة جم كل شيء ما في قرار بيأخذ لأنه بده موافقة الطرفين والطرفين مش رح يتفق وجد تتحملون مسؤولية حضراتكم أصحاب المشاريع المؤسسات الفكرية الثقافية المراكز البحثية ما عمّا وجد أدراً دكتور وجد حطم هذا الفيروس جبروت الإنسان بحيث عجز الإنسان عن إيجاد حل لا ما هو هون إله جانبين يعني في نفس الوقت نتيجة هذا الفيروس نشأت صناعات بالمليارات هناك دايماً إحنا منذكر من الأيام أنا إحنا أطفال إيش أغنياء الحرب ما في حرب في الدنيا ما بينتج عنها أغنياء يعني فكر فقط باللي أنتج الكمامات اللي أنتج الفنتيليتر فدور على أنتج أدوية المعالجة مش اللقاح مصانع بتبع اللقاح لحد هلأ يتوقع أن تصل إيراداتها في خلال الأربع سنين القادمة تريليون تريليون ألف مليار هذي جانب آخر أما إن عودي للجانب السيء أن الكساد أنا أدعي أنه باستثناء الصين وكمال هذا مش كلامي هذا تقارير البنك الدولي وصندوقنا الدولة الوحيدة التي ستنتطت تدخل عام 2021 بدون أن يكون عندها نجاتف الخفاض في الناتج القومي وستكون نسبة النمو فيها إيجابية وليس سلبية كل دول العالم وأنا بكون مسؤول عن كلامي بك أقول لك كل هلأ توقع والله ستحقق نمو دولتنا 3% و 2% ما حدا رايحقق نمو سنة الـ 21% بس هي مش نهاية العالم أبدا بقال لك الناتج القومي شيء وحياة الإنسان ودخله ومصاريفه شيء آخر طب إحنا موكي هلأ حيصير هالكارف خلينا أخد بطلا بلدنا الأردن طب أنا من خلال الزراعة وحدها والتحول إلى نصبح مزارعين كلنا حتى الشخص في بيته يصير مزارع حالة وين عنده 50 متر يزرعهم والاستثمار في الزراعة بتحل مشكلة الناتج القومي عندك كيف تعالجه وتحل مشكلتك في موضوع البطالة الزراعة لحالة بتستوعد بتستوعد كل الباطلين على العمل والزراعة والفلاح شرف مش إنه شيء معيب إنه أنا أكون فلاح هناك حلول بالمقابل بس هاي الحلول بتاخد وقت تحتاج وقت تحتاج وقت بأقل من دقيقة متفائل متفائل جدا متفائل لأن العالم يحتاج إلى نظام عالمي وقيادة عالمية فهي سيجبر سيجبر عند أول احتكاك عسكري بين الصين وأمريكا سيجبر الطرفان أن يجلزوا على الطاولة ويصيغوا نظام جديد وقيادة جديدة للعالم نحن الآن في عالم كما قال رئيس الوزراء بريطانيا براون قال نحن عالم بدون قائد وعالم بدون نظام فينشئ النظام الحوار بترامب لو بايدن سوف يكون الحوار؟ الحوار مع بايدن لو مع ترامب توقعاتك؟ يعني أنا أنا أقول كمان هنا لازم يوجد صيغة لأن أحمي أحدهما أو كلاهما لتحل المشكلة يعني اثنين لن يتنازلوا عن السلطة واتنين ما بقدروا يحكموا سوى إلا إذا قعدوا سوى وخلينا نقول نتفاهم عنه متى كل دول اللي فيها خصومات سياسية بجلسوا الخصوم وبتفاهمه أيضا أقول إنه في أمريكا ترامب لن يخرج من البيت الأبيض إلا بإرادته ونهاية عشرين يجب أن تكون هناك حرب مش يجب حضرتك مصر لكتور لا مش مصر مصر يجب يعني أنه مطلوب لا 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 متعرف اللغوي متوقع المتوقع مش أنه يجب يجب يعني لازم بدنا حرب لا ما بدنا حرب وأكيد ما بدنا حرب كأمنيات أنا مش عايزينها لكن حضرتك مصر لا تنتهي 2020 إلا وهناك حرب هناك حرب من نوع والحرب ليست مثل ما بنعرف إحنا جيش يدخل على جيش ويقعدوا يقتله بعض بسيوف لا لا هي أكيد الحرب مع الصين وواشنطن ما راح تكون احتكاك مباشر تسويد شوية صواريخ تضرب باخرة أمريكية في بحر الصين أو أنه باخرة أمريكية تتصرف باحتكاك تبدأ الحرب بأي احتكاك وبأي طريقة ولكن هذا يعتمد على أولا إذا اتفق الطرفين كما على مستوى العالم لازم يتفق الطرفين اللي هم أمريكا والصين كذلك في داخل أمريكا لازم يتفقوا الطرفين على حل لأن ترامب حتى له تنازل جماعته ما بيقبلوا بولعوا البلد الوقت أدركني جدا دكتور طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية إن شاء الله ألتقيك في مناسبات أخرى وألتقيك في 21 لنتحدث عن وقوع الحرب أم لا إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا مشاهدي كرام حتى نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج بكل جرأة مع مهدي جاسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته